موسيقى أهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز في كل مكان قدموا لحضراتكم جولتنا الإخبارية لهذا اليوم وإلى أهم العنوين قداسة البابة ودروث الثاني يرأس القداس الإلهي لذكرى نياحة مثلث الرحمات البابة شنود الثالث بواد النطرون موسيقى بدءوا مراسم تنصيب البابة فرانسيس الأول بابة الفاتيكان الجديد بساحة كنيسة القديس بوتروس موسيقى الرئيس محمد مرسي يدعو الهند إلى المساهمة في مشروع تنمية قناة السويس العملاق موسيقى وإلى حضراتكم التفاصيل التي نبدأها بأخبار الكنيسة القبطية والكنائس الأخرى موسيقى رأس قداسة البابة ودروث الثاني بابة الإسكندرية بطرياركو الكرازة المرقوسية صباح اليوم قداسا خاصا في الذكرى الأولى لنياحة مثلث الرحمات البابة شنود الثالث وذلك بدير الأنباب الشوي بواد النطرون شارك في حضور القداس عدد كبير من الأساقفة والكهنة بالكنيسة الأرثوذكسية وسوف يتوجه قداسة البابة ودروث الثاني أيضا اليوم لمتابعة مؤتمر الأحوال الشخصية مع نيافة الأنبابولة والذي يبدأ اليوم وينتهي بعد غد الخميس ومن المقرر أن يعود قداسته للقاء الاجتماع الأسبوع يوم الأربعاء نظم المركب الثقافي القبطي الأرثوذكسي مساء أمس ندوة بعنوان مبادئ الحوار وأهدافه تحدث فيها دكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر لشؤون الحوار بدأ دكتور محمود عزب حديثه عن أهمية الحوار وبخاصة الفترة التي تعيشها مصر الآن مؤكدا أن المصريين يفتقدون إلى فهم ثقافة الحوار المبني على الاختلاف وليس الخلاف وأشار عزب إلى ضرورة توافر شروط للحوار بين الأطراف سواء الدينية أو السياسية أو غيرها من الطيارات أو الاتجاهات أولها هو الالتزام بالاحترام المتبادل بين الأطراف وأيضا الاعتراف بنسبية الأراء فضلا عن الاقتناع بأن هذا الحوار سيثمر في النهاية إلى التوحد بعد تفجير كنيسة سيدة النجاة في بغداد في أواخر ديسمبر وقبل حدث كنيسة الإسكندرية المؤسف الإمام الأكبر شيخ الأزهر طرح فكرة مشروع البيت العائلة المصرية وقال الخطر جاي على مصر هو كان بدأ فيها ونحن عايزين نوقفه نعمل بيت العائلة المصرية ومع تغير بابا الفاتيكان الآن نتمنى أن البابا الجديد القادم من أمريكا اللاتينية وهو زينا هم زينا عندهم الإيمان زائد والدين كويس أنه يفهم مشاكلنا في الشرق مسلمين ومسيحيين ونتحاور تاني منتظرين إشارة أن تحسنت أرض الحوار وظروفه ومبادئه وليس شروطه عشان نرجع نتحاور بكل سرور نحن ليس سلبيين في الأزهر ولا في مصر بدأت صباح اليوم بساحة كنيسة القديس بوتروس بالفاتيكان مراسم تنصيب البابا فرانسيس الأول الذي تم اختياره يوم الثلاثاء الماضي وذلك بحضور أكثر من ثمانين من رؤساء دول وحكومات وقيادات دينية وسط إجراءات أمنية مشددة مزيد من المتابعة والتفاصيل إلى حضراتكم في هذا التقرير بعد مرور أكثر من شهر على استقالة البابا بندكت بابا الفاتيكان بدأت صباح اليوم بساحة كنيسة القديس بوتروس مراسم تنصيب البابا فرانسيس الأول بابا للفاتيكان وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور عدد من رؤساء دول العالم مراسم التنصيب بدأت باستنام البابا فرانسيس الخاتم الذي يرمز إلى بابا ويته وحرملة صوفية باعتباره رمز الكنيسة الكاثوليكية بإتباعها البالغ عددهم 1.2 مليار مسيحي وتسلم البابا شارته الحبرية قدام عشرات الألاف من الأفراد والأمراء والشيوخ والرؤساء والمسيحيين الكاثوليك أثناء القداس الاحتفالي الأول خلال حبريته باعتباره البابا رقم 266 البابا فرانسيس وجه كلمة خلال مراسم تنصيبه دعا فيها العالم إلى حماية البيئة والفئات الأضعف في المجتمعات ونبز علامات الضمار والموت وذلك وسط حضور 132 وفذا أجنبيا من مختلف دول العالم الجذير بالذكر أن دكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة يرأس وافضا مصريا للمشاركة في الاحتفال بمراصم تنصيب البابا فرانسيس الأول كما أن البابا السابق بندكت السادس عشر الذي اتخذ قرارا تاريخيا بالاستقالة وهو في سن الثادسة والثمانين بسبب دعف قوه الجسدية لم يحضر الحفل وقد عبره عن رغبته في الإبتعاد عن الأنظار وتكريس حياته للصلاة وهكذا توافد ألاف المؤمنين لحضور حفل تنصيب أول حبر أعظم من أمريكا اللاتينية متطلعين إلى كنيسة تكون أقرب إلى الناس وإلى الشأن الداخلي قال الرئيس محمد مرسي أنه أكد خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الهندي منوم هام سينج أهمية العمل لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين وأضاف الرئيس تناولنا فرص الاتثمار الضخمة في مشروع تنمية قناة السويس خاصة وأهمية مساهمة الهند في هذا المشروع العملاق كما بحث الرئيس مرسي مع رئيس الوزراء الهندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والسياحية والعسكرية والثقافية لتصل إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية بين البلدين وفي سياق المتصل استقبل الرئيس مرسي بمقر إقامته بن يودلهي زعيمة المعارضة في البرلمان الهندي وتناول اللقاء مرحلة التحول الديمقراطي في مصر والتجربة الهندية في إرساء التعددية السياسية وتعزيز الحياة الديمقراطية والعمل الحزبي قد أكدنا أهمية العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري والذي شهد نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين حيث بلغ ما يقرب من خمسة ونص مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها اثنين ونص مليار دولار خلال العام الأخير فقط وبحيث تتم مضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات القليلة القادمة واتفقنا على العمل أيضاً من أجل جذب المزيد من الاستثمارات قالت وزارة الصحة إن ثلاثة أشخاص اللقوا حتفهم في اشتباكات شارع شبرى بالقاهرة على خلفية حارث مشاجرة بطلق ناري بين عائلتين كان اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام قد أعلن أن المشاجرة نشبت أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بلعب كرة القدم حيث بدأت بين اثنين منهم بسبب خلفات صابقة بينهما مشيراً إلى أن أحدهما قام بضرب الآخر بسلاح أبيض فأصابه بجرح نافذ أودى بحياته على الفور وأضاف أن أهالي المجن عليه تجمعوا وتوجهوا إلى منطقة سكن الجاني وبدلوا أهله وأقاربه إطلاق الأعيرة النارية وزجاجات المولوتوف مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى تحطم بعض المحال التجارية والسيارات الخاصة وأكد حلم أنه تم السيطرة على الأحداث بعد الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي لفرض الأمن بالمنطقة أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قراراً بمنح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية مرة واحدة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من مارس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من الشهر نفسه وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم على ألا تحتسب من ضمن الزيارات المقررة ويأتي قرار وزير الداخلية تحقيقاً لتواصل نزلاء السجون مع ذويهم وإتاحة الفرصة لهم للاحتفال معهم بمختلف المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية وإلى أخبارنا الاقتصادية حيث أنهت البرصة المصرية تعاملاتها اليوم على أداء متدائن لمؤشراتها الأربعة ليربح رأس مالها السوقي نحو 900 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات القياسية ارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 بنسبة فاصل 88 من المئة بالمئة بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة فاصل 41 من المئة بالمئة وسجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً والأكثر انتشاراً بنسبة فاصل 4 من المئة بالمئة وإلى الشأن السوري حيث أفادت تقارير إعلامية اليوم بسقوط قذيفة هاون بالقرب من الصفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ومن ناحية أخرى تبادل النظام السوري والمعارضة المسلحة لاتهامات بشأن استخدام صواريخ مزودة بأسلحة كيميائية في منطقة خان العسل التابعة لريف حلب ونفى قاسم سعد الدين المتحدث باسم المجلس العسكري الأعلى في حلب أن مقاتل المعارضة وصلتهم تقارير ظهرت صباح اليوم عن هجوم شنه النظام على خان العسل وكانت دمشق اتهمت مقاتل الجيش الحر باستخدام ذخائر تحتوي على مواد كيميائية في وقت قالت المعارضة المسلحة إنها سيطرت على كتيبة للدفاع الجوي بريف درعا وميدانيا أفادت الشبكة السورية بمقتل 25 شخصا بنيران قوات الأمن معظمهم بدمشق وريفها وفي سياق المتصل دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون نجلس الأمن الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لجهود الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجماعة العربية الأخضر الإبراهيمي من أجل مساعدة الشعب السوري على التوصل إلى حل الأزمة سياسيا والتي تعصف ببلادهم وقال الأمين العام في بيان أصدره الناطق الرسمي باسمه اليوم قبل عامين هب السوريون في احتجاجات شعبية سلمية من أجل نيل حريتهم وحقوقهم العالمية لكن هبتهم قوبلت بالقوة الوحشية من جانب السلطات السورية وجدد الأمين العام دعوته إلى جميع الأطراف في سوريا والمجتمع الدولي بالتفكير بجدية في العامين الماضيين وقال نحن جميعا بحاجة ملحة إلى حقن الدماء من أجل التوصل إلى حل سياسي انتخب الائتلاف الوطني السوري المعارض في اسطنبول غسان هيتو رئيسا للحكومة الانتقالية التي ستشرف على الأراضي الخادعة لسلطة المعارضة في سوريا وقال هيتو في كلمة ألقاها اليوم أن حكومتنا تنطلق من مبدأ وحدة سوريا أرضا وشعبا وستعمل على منع الانفلات وحماية المنشآت مؤكدا أنه لا حوار مع نظام الأسد هذا وقد تعهد الجيش الحر بالولاء للحكومة المعارضة الجديدة حيث أعلن رئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس التزامه بحماية الحكومة وأعضائها حتى في قلب دمشق وإلى العراق حيث قتل 56 شخصا على الأقل وأصيب ما لا يقل عن 200 آخرين اليوم في سلسلة هجمات ببغداد في وقت أعلنت فيه السلطات تأجيل الانتخابات البرلمانية مدة 6 أشهر بسبب ترد الأوضاع الأمنية وزمنت هجمات اليوم الذكرى العاشرة للغزو الأمريكي للعراق حيث تهدفت أكثر من 16 سيارة مفخخة وعبوات نسفة مناطق متفرقة ببغداد ومحيطها وتعد هجمات اليوم هي الأكبر من نوعها في يوم واحد منذ الهجوم على وزارة العدل ببغداد الأسبوع الماضي وذكرت الشرطة العراقية أن مسلحين على علاقة بتنظيم القاعدة صعدوا هجماتهم هذا العام في محاولة لإثارة التوترات الطائفية وإضعاف حكومة رئيس الوزراء نور المالكي صرح الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات عديدة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في مقدمتها التعامل بحزم مع التهديدات الإيرانية وبذل مزيد من الجهد للدفع بالمفاوضات مع الفلسطينيين وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد عقدت أول جلسة لها بالكنسة برئاسة بن يمين نتنياهو الذي أعرب بدوره عن حجم التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الحكومة الجديدة وصدق مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسته الأولى على تشكيلة المجلس الوزري المصغر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة نتنياهو كما صدق مجلس الوزراء على تعيين ثمانية نواب وزراء وتعديل القانون بصيغة تمهي الوزير المالي الجديد الأكثر من أربعة أشهر لإعداد مشروع ميزانية الدولة العام الحالي وترحه على الكنسة أعلنت الشرطة الهندية اليوم أن سبعة وثلاثين راكبا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أربعة عشر آخرين إثر سقوط حافلة في نهر بإحدى ولايات غربي الهند وقد وقع الحادث في منطقة راتنجيري بالولاية عندما فقد الصائق السيطرة على الحافلة أثناء سيره فوق جسر مما تسبب في سقوط الحافلة في نهر جنبودي وقال مسؤول بالشرطة إن مواطنا روسيا كان ضمن المصابين ومن الممكن أن يكون هناك سائحون أجانب ومواطنون بين القتل والمصابين مضيفا أنه تم نقل المصابين وبينهم الصائق إلى المستشفى وما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة وإلى أخبار الرياضة حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بناد الزمالك اليوم فريق طلائع الجيش في تمام الثامنة مساء في إطار مباريات الجولة التسعة للمجموعة الثانية من مباريات الدور العام ويسعى لعب القلعة البيضاء إلى اقتناس الثلاث نقاط من الجيش ليواصل صدارة المجموعة الثانية بالدوري حيث يدخل اللقاء برصيد ثمان عشرة نقطة بعد فوزه في جميع اللقاءات السابقة فيما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد ثمان نقاط باحثا عن النقطة الحادية عشر للصعود إلى المربع الذهبي والمنافسة على التأهل للدور المقبل يلتقي في التسعة والنصف مساء اليوم منتخب الشباب ونظيره الجزائري ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليا بالجزائر وأكد المدير الفني لمنتخب الشباب أهمية المباراة خصوصا وأن المنافس يتسلح بميزتين هما الأرض والجمهور ولابد من الخروج بنتيجة إيجابية للتقدم خطوة نحو التأهل للدور نصف النهائي للبطولة والذي يتيح لصاحبه الصعودة إلى المنديال كان شباب الفراعين قد حققوا فوزا غاليا في الجولة الأولى متصدرين المجموعة بجدارة بعد انتصار صعب وثمين على نجوم غان السوداء بهدفين مقابل هدف في مستهل مبارياته بالبطولة بينما وقع المنتخب الجزائري في فخ التعادل السلبي أمام بنين وأخيرا إلى النشر الجوية نستعرض فيها أحوال التقص غدا كما يتوقعها خبراء الأرصاد الجوية حيث يصود تقص لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى جنوب الصعيد نهارا شديد البرود ليلا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وبعض مدن القناة وتظهر الصحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى الليلة والعظمى غدا القاهرة الفغرة 12 العظمى 24 واد النطرون 11 22 الإسكندرية 10 21 مطروح 11 20 تنطى 13 24 المنصورة 9 27 دميات 13 21 بورسعيد 13 21 الإسماعيلية 10 24 السويس 10 24 سانت كاترين 6 17 شرم الشيخ 18 26 الغردقة 15 26 المنصورة 10 24 المنصورة 10 24 السيوت 10 24 سوهاج 10 26 قنى 13 27 الأقصر 13 28 وأخيراً في أسوان الصغرى 14 العظمى 29 وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم نشكركم لمتابعتكم وإلى اللقاء